بينما يقطع الطاه الخضارة ودجاج يطبخ رئيس التهاتي مرق الدجاج ليقدم للضيوف المرق المجمد التقليدي يقدم الطبق مع صنصة خاصة معدة من الجزر والخزامة بصراحة عندما علمت أنني سأتذوق صنصة الجزر والخزامة خفت قليلا من مزيج النكهات هذا ولكن يمكنني أن أكد وأن أقع تحت كل كلمة أنها لذيذة بشكل لا يصدق يستغرق تحضير المرق المجمد عند رئيس التهاتي ساعة واحدة فقط ولكي تجمد المرق بأسرع ما يمكن يستخدم الإضافات المجمدة الخاصة ليتمكن الضيوف من تذوق الطبق خلال الدقائق معدودة لقد أعجبني كثيرا هذا الطعام وهو شبيه بمأكلات مطبخنا لدينا أيضا مرق دجاجا شهير بينما صنع منه رئيس التهاتي هنا هلاما محشيا بالدجاج وزينه بالجزر والشمندر والبصل أي الخضروات التي نتناولها يوميا طعمه ليس غريبا ولقد أحببته بالفعل أتذوق للمرة الأولى المأكلات الأوكرانية ولقد راق لي جدا هذا الهلام المحضر من المرق وأحببت فعلا هذه الصلصة الوردية أن أحب جدا المأكلات الحرة إنها لذيذة جدا ولقد أسمينا هذا الطبق فيما بيننا هلام مرق الدجاج لم يكن إعداد الطبق بالأمر السهل ولا أظن أنني سأستطيع تحضيره في المنزل سيقدم الطهات على مدى أربعة أيام للضيوف الأطباق الأوكرانية الجديدة الوقت المخصص قصير ما يجبر رئيس الطهات على تحضير الأطباق لعشرات الزوار دفعة واحدة قد تذكر زلابيتنا بالفطائر البولندية وبعض الشعوب تقول أن حساءها وأشياء أخرى ولكنني أرغب دائما في المجيء لأبرهنا وأقول لا يا رفاق كلها مأكلاتنا شربتنا وزلابيتنا وسنتبت ذلك لكم بالطعم الذي سنجلبه معنا من المهم جدا أننا يمكننا التعرف على ثقافة وتقاليد الدول المجاورة بمساعدة نشاطات التذوق هذه المطلخ الأوكراني ليس معروفا في تركيا الأتراك يعرفون بين الأطباق الأوكرانية بقابورش بشكل أساسي والضيوف يوافقون على أنه لا توجد طريقة أفضل للتعرف على ثقافة من أن تتذوق أطباقها المحلية ولذا هم ينتظرون الضيافات الجديدة التي سيحضرها رئيس الطهات الأوكراني